دعت المنظمة السودانية لشفافية الحكومة لسد ثغرات الفساد والعمل بإرادة سياسية جادة وملتزمة بمكافحة الفساد لتحسين وضع السودان وقطعت بعدم إمكانية نجاح برامج التنمية ما لم يتم الحد من خطورة الفساد وأكدت أن 85% من حالات الاعتداء على المال العام لم تضبط وكشفت عن عدم تضمين 83% من الشركات الحكومية لإرادتها في الموازنة العامة وكان بيان صادر عن المنظمة ممهور بتوقيع رئيسها دكتور طيب مختار حصلت عليه الصحيفة أمس أن تقرير منظمة الشفافية الدولية في الأسبوع الأخير من يناير 2019 حول مؤشر الفساد العام للعام 2018 شهد حصول السودان على 16 نقطة دون زيادة في عدد النقاط عن العام 2017 ليتم تصنيفه من ضمن الدول التي ظلت على حالها ترجمة نانسي قنقر